الناس بتفكر بقى طيب الطريق أسبابه إيه؟ إيه اللي بدأ القصر؟ الحقيقة إحنا عندنا دايماً شقين بنتكلم عليهم أن هم أسباب كبيرة للضعف الجمسي أسباب نفسية ودي الحقيقة بقت غالبة كثيراً يعني وللأسف الأفلام اللي بحية لعب الدور كبير فيها وإدمان الفرج عليها لعب دور كبير فيها لأنه قد انطباع لبعض الناس أنه عندهم مشاكل هيا في الحقيقة مش مشاكل فبيبجينا ناس كتيرة فاكرة أنه عندها مشكلة وهيا ما عندهاش لكن ما ينفعش ننكر أن عادتنا اليومية فيها مشاكل كتير عادتنا اليومية دي زي إيه؟ التدخين ناس كتيرة تقول يا دكتور يعني يعني جات على الصجارة ولا الصجارتين ولا العلبة ولا قلبتين أه جت؟ طبعاً جت دي حاجة تراكمية التأثير الأكل الفاست فود بقى بيلعب دور غريب في الموضوع بتاعنا ده بقى فعلياً بيهدد بشكل كبير عدم وود إنتظام في تمرينة رياضية عادتنا السمنة المفرطة دي حاجات عامة لكن خلينا نقول برضو أنه بقى عندنا مجموعة من الأمراض تشكل المتلزمة الآيضية الميتابوليك سندروم كلها ليعنعكسها على الموضوع بتاعنا سواء أمراض زي سكر ضغط قلب أحياناً أدويتهم الحاجات دي كلها في الآخر خلت عندنا قطاع كبير من المرضى ممكن يتعرضوا لمشكلة فينا حاجة نساعة الدرجات بتاعت الضغط النقطة دي في غاية الأهمية دايماً حتى المرضى بيقولولي يا دكتور أحمد احنا اكتب لي بس أي علاج اديني أي علاج بس كده وخلاص بقول لي فن ما هو الموضوع لو بهذه البساطة كان بقى علاج موحد بياخدوك جميع الدعف الجنسي درجات بمعنى أشهر الحاجات التي تؤثر على ناحية الجنسية حاجتين دورة دموية خاصة بالعضو الذكري لأن عمية الإنصاب كلها هي موديناميكس وكمان هورمونز هي بتشكل التنظيم للكلام ده كله فدايماً لما يحصل خلل في المنظومتين دول يبع عندي مشكلة الخلل ده درجات في بعض الناس وعشان كده يمكن دائماً بنكلم أن التشخيص السليم هو أول خطوة لأن دا لها يحطني المريض اللي قدامي ده فأنهي درجة من درجات الضعف وبالتالي أبدأ أتعامل معها إزاي يمكن برضو واحدة من الحاجات اللي احنا بنحاول نغير المفهوم فيها المرضى بيفتكروا أنه العلاج أن أنا أخذ مناش الجنسي لا هو مش دا العلاج اللي احنا بنتكلم عليه كأطباء متخصصين انا بنتكلم على علاج متكامل طالما أن هناك فرصة للعلاج لأنه في درجات ضعفة عالية ماينفعش أبعناه عارف أن المريض ده يبقى استجابته على علاج ضعيفة وقول له خد علاج لكن لو فرضنا أن احنا قدام درجة ضعف بالمعايير بتاعتنا وأهمها طبعاً معايير ضخ الدم اللي بتشخص عن طريق الأشعاء بتاعتنا لأينا أن هناك فرصة أن المريض ده هيتحسن بالعلاج العلاج ده لازم يكون علاج متكامل فيه منه حاجات يومية لازم تتاخد ممكن تتبقى فيها كمان حاجات هرمونية وطبعاً حاجات عن ديماند فإحنا بنحاول نغير فكرة أنه العلاج الدوائي عشان الناحية الجنسية هي فكرة بس حبوب عند اللزوم لا يستند لفيل المجموعة بتاعته كلها سند النفيل أو تدى لفيل فكرة أن أنا هاخد حاجة قبلها وخلاص دم لا ده علاج متكامل طالما أن هناك فرصة لنجحه ترجمة نانسي قنقر